من نتقدمت قوة على بيت أحد المجرمين القرية كلها قامت ترميش تشهدنا عميد وعقيد وثلاث منتسبين من غير الجرعاء وفروا ذول هاربين وذكر أنا مرة بديها لصارت في القرية ينبر بالمدافع الهاونت صار قصف على خوارنا البتمين وآن يريد أذكر أيضا إصابات الإجرام والتسليب وغيرها يسلم هذا السلاح أو يريد بيعا وكذلك الميليشيات هذه أيضا كل سراع خارج القانون الحل الوحيد مو بالشراء الشراء راح ينشط عملية تجارة الأسلحة وانت منذ المذكرات أنا إذا عندي في كيسي مثلا تعبانة من أبيعها بسعر مقبول للدولة قد أزيد عليها أو سعرها مجزي أشتري وحدة جديدة أو أشتري سلاح بيه ممكن أشتري سلاحين الحل الوحيد القانون والقانون الرادع أي سلاح متوسطة هذا مو شغل وزارة الداخلية يا سيد عياد طوفان هذا مو شغل وزارة الداخلية هذا شغل نظام سياسي كامل مجتمع كامل ونظام سياسي يحفظ هيبة الدولة ويتخذ القرارات المؤلمة هذا مو شغل وزارة الداخلية وزارة الداخلية بهذه الخطوة يعني على قد مكانياته حتى الفلوس ما جاء به من موازنة الطوارئ أنا ما جاي أبو قسوار أنا ما جاي ناقص جزائية من القانون ولا أريد أحمل وزارة الداخلية ما لا تطيق أنا جاي أحتي قانون على مستوى الدولة قانون يشرع بالبرلمان قانون يضع حد للسلاح المنفلت إحنا حياتنا كلها في خطر يعني أنا مرة موجودة على اليوتيوب مرة عرس يضرب قاذفة بالجو هذه قاذفة الدمر دبابة زينا هذا ما أفكر هذا الصاروخ وإن يوقع ترجمة نانسي قنقر